كني يدور لله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما وقبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوان الرحيم الله أكبر سمع الله من حبيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا تقنواها وكنوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صامح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفعون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم ظنظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فلهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأمنهم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مغضون فزادتهم جسا إلى جسهم وماتوا وهم كافرون أولا لرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإلى ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثلوا صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علبتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم فإن تظلوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العوش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا أمرى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أم أنذنوا الناس وبشر الذين آمنوا أن له قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم نستوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه لرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده يجزي الذين آمنوا وعلموا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حبيب وعداب أليم بما كانوا يكفون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمرا وقدره المنازم لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق لفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الله أكبر سمع الله لما الحميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله سمع الله سمع الله سمع الله الله أكبر سمع الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلا الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إلا الذين آمنوا وعنوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجني من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو أعجلوا النار للناس الشر واستعجانهم من خير لقضي إليهم أجرهم فنذروا الذي ولا يرجون لقاءنا في تغيانهم يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ذره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسلفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبل كلما ظلموا وجاءتهم رصرهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا كتنا عليهم آياتنا بيننا تنقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بده قل لا يكونني أن أبدله من تلطاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد غبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعبنون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاء ما عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عنهم لا يشركون وما كان من الناس إلا ألمة واحدة فاختلكوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقول بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون ولولا أنزل عليه آية مني ربك فقل إنما الغيب الله فانتظروا إنه بعد من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء أمستهم إلا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكر إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي نسدركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرعوا بها جاءتها ليح عاصف وجاءهم الموجبين من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما أنجاهم الإله يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إذا اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إلى أخلت الأرض سخرفها وزينت وظلنا أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليما أو مهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك الفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن الحمدى سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله شكرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته We just completed Surat Al-Tawbah Which is a surah In which Allah subhanahu wa ta'ala Exposes A very Dangerous group of people That exist Among the Muslims And they are The Munafiqoon The hypocrites And so Throughout this surah Allah subhanahu wa ta'ala Constantly Gives descriptions Of these people One after the other Constantly Exposing who they are Showing their traits Mentioning their characteristics As the Sahaba They say You know When they would hear these Ayat Being revealed They thought That's it Now Their names are going to be mentioned Meaning the Munafiqoon But that didn't happen However Their traits And their descriptions Were revealed And will continue to be recited Until the Day of Judgment And that is because The Munafiqoon The hypocrites Are Very very dangerous Because they are The enemy from within And they are difficult To recognize So that's why Allah subhanahu wa ta'ala Gave us these signs To recognize them easily And I just wanted to Focus on One characteristic That Allah mentions In this surah So that we also Beware of Of having these Characteristics Of the Munafiqoon And this characteristic Is making a pledge With Allah subhanahu wa ta'ala Making a promise To Allah And then not fulfilling it And so Allah subhanahu wa ta'ala Says And from among them From among the hypocrites Are those who They make this promise Is that if Allah gives us Meaning if Allah gives us wealth And a fortune Then we will give We will give in sadaqah And we will be from among the righteous And then Allah says As a result of As a result of You know What they did Allah subhanahu wa ta'ala Puts nifaq Hypocrisy In their hearts Until the day of judgment And so we need to be aware of this And so we need to be aware of this That perhaps There was a day When We were not as fortunate We didn't have that much wealth And We made a promise to Allah We made dua to Allah Oh Allah give me Because if you give me I'm going to spend in your cause I'm going to give I'm going to give In your cause I'm going to give You know In sadaqah And so on and so forth And today Allah has given you So don't become stingy Don't become stingy And this is not the only This is not the only Thing that one promises Makes a pledge with Allah And then does not fulfill it But rather anything Anything That if you're in a certain difficulty And you say Oh Allah If you help me through this difficulty Then I will do such and such Fulfill your promise This is a promise Between you And Allah subhanahu wa ta'ala Not between you And any other human being So fulfill your promise And your pledge That you make With Allah subhanahu wa ta'ala We ask Allah subhanahu wa ta'ala To save us From hypocrisy From nifaq We ask Allah subhanahu wa ta'ala To accept our good deeds During this month of Ramadan Wa sallallahu alayhi wa sallam Ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Thank you اشتركوا في القناة 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 اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فنيفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أدين لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من متقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا لكم 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 الله أكبر الله أكبر شكرا لكم 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 وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فنعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسلفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بضيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل إلا الذي آمنت به فأتبعهم فرعون وجنوده بضيا وعدوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بضيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشنكين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن كيدا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين الله أكبر 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 اشتركوا في القناة الله الله اشتركوا في القناة الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حميده اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرفنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ياد الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والحفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم يا حي يا قيوم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تنصر إخواننا المسلمين المطهدين في كل مكان اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم كل الأرامل والفقراء والمساكين والمظلومين والمطهدين اللهم إنك تعلم ما فعل أعداؤنا بإخواننا المسلمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم وشدت شملهم اللهم جعلهم غنيمة للمسلمين اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك أنجز للمسلمين ما وعدتهم يا قوي يا عزيز اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانه سبحانه السلام عليكم ورحمة الله سبحانه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله